اشتركوا في القناة في القرآن الكريم اذا عدنا الى التاريخ سنجد تاريخ الاسلامي طبعا سنجد هناك اهتمام بموضوع اسماء الصور ولكن كيف كان الاهتمام باسماء الصور بداية لعلى الاهتمام كان في هل اسماء الصور وحي او ليست بوحي هل ثبت هذا الاسم او لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اصبح عندما نشأ التفسير او اتسع التفسير الادق اصبح هناك اهتمام لماذا سميت الصور بهذا الاسم ولكن غالبا الاجابات كانت نوعا ما بسيطة لماذا سميت صورة البقرة بهذا الاسم لانه ورد فيها قصة البقرة وهكذا طبعا هذا لا يعني انه لم يتم الاجابة عن بعض الاسماء اجابة في غاية الدقة والمتانية ولكن نتكلم عن المجمل قرابة الالفين وخمسة كان هناك حوار في مركز نون حول اسماء الصور والحوار توصل الى ان اسماء الصور المثبتة في المصحف هي وحي من الله سبحانه وتعالى وهنا يعني بدأ سؤال هذا السؤال بدأ يتسع حول اذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي سمى الصور فلابد اذا ان تكون هناك دلالة لابد ان تكون هناك رسالة لابد ان تكون التسمية معبرة عن الصورة عندنا في في تأليفات البشر عندما يسمي انسان كتاب او محاضرة او درس فهو يقصد ان تكون التسمية معبرة عن هذا الكتاب هذه الرواية هذا الدرس هذا على مستوى البشر فكيف عندما تكون التسمية من الله سبحانه وتعالى وتعالى ولذلك طالما ان الله سبحانه وتعالى هو الذي سمى وطالما هناك ادلة الحقيقة ولعل المتابعين لهذه الدورة في الموضوع الاجازي العددي كان في كلام حول الادلة العددية التي تثبت ان التسمية للصور هي تسمية ربانية ولا يمكن ان تكون تسمية بشرية اذا اذا كانت التسمية ربانية اذا لابد ان تعبر عن السورة تعبيرا كبيرا جدا ولذلك بدأنا بدأت انا والاستاذ الدكتور محمود مهنة في محاولة الاجابة عن هذا السؤال لماذا سميت السور بهذا الاسم طبعا البحث كان معتمدا على اسس منها يجب التأكيد عليها ان التسمية تسمية الصور الموجودة في المصحف المدينة الذي بين ايدينا هي تسمية نبوية وطبعا عدنا الى دراسة اثبتت ان هذه الصور في معظمها فيها احاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي كان يعني هذا قوى اختيارنا اضافة طبعا اللي قوى اكثر موضوع الاعجاز عدد كما قلنا طيب بدأ البحث في موضوع التسمية ولاحظنا من خلال البحث ان التسمية يمكن ان تكون الشكل الاعلى للان طبعا الشكل الاعلى لما يمكن ان يسمى او لما يسمى بالتفسير الموضوعي كيف الشكل الاعلى اللي ما يمكن ان يسمى بالتفسير الموضوعي بدأ التفسير بتفسير كلمة ثم تطور الى تفسير آية ثم مع نظمة درر محاولات فهم العلاقة بين الصورة والصورة والآية والآية اذا كان فيه عملية تطور للتفسير هذا التفسير وصل الى مرحلة انه اما ان يتناول الصورة بكاملها على الاعتبار انه مدام هي صورة والصورة بمعنى يعني اصلة كلمة صورة فيها معنى الصور الاحاطة ومدامت فيها معنى الاحاطة اذا اذا هي عائلة بينها تشابكات وعلاقات قوية طبعا الاتجاه الثاني في تفسير الموضوع ان يؤتى بآيات مثلا الربا ايات الاحوال الشخصية في كل القرآن ويبحث في الفلسفة القرآنية في هذا الموضوع يبحث في الموضوع بشكل عام اذا اذا اخذنا الاتجاه الاول اللي هو اتجاه التفسير الموضوعي للصورة على اعتبار انها وحدة كاملة المعبر القوي طالما ان التسمي ربني المعبر القوي عن المعنى الجامع لما ورد في الصورة وعن التشابكات اللي موجودة في الصورة هو الاسم الاسم الذي تم اختياره او تم الايحاء به من الله سبحانه وتعالى بدأت الرحلة الحقيقة طبعا انا اقول هذا الكلام لانه هذا يشكل خلفية مهمة لفهم موضوع من دلالات اسماء الصور بدأت الرحلة في الالفين وتسعة تقريبا انتهت بداية الفين واثناش استطعنا الاجابة عن قرابة ستة وسبعين صورة يعني هناك اسماء استعصت علينا لم نستطع ان نجد جواب وكانت التوصية من الشيخ بسام انه يتم نشر ما تم التوصل اليه ومتابعة ما لم يتم التوصل اليه الى ان نحصل على اجابات وفعلا في 2017 2018 اكتملت الاجابات هل هذه الاجابات بنفس الدرجة من القوة الحقيقة لا هناك ما نرى انه قوي جدا هناك ما هو اقل قوة هل هذه الاجابات هي اجابات نهائية يعني بمعنى انه لا يمكن ان يؤتى باجابات اخرى او اجابات افضل اكيد طبعا لا لكن الحقيقة انه ممكن انه نقول او نشير انه لما صدر كتاب من دلالات اسماء الصور في 2012 ما كان هناك حد علمنا من تناول هذا الموضوع تاريخيا ولا من المعاصرين بكتاب منفصل يتكلم او يبحث بالالية التي بحثنا بها ليس فقط محاولة الاجابة عن ما معنى الاسم لا الاجابة عن معنى الاسم والربط بين الاسم والصورة هذا هو المهم ليس فقط الاجابة عن انه لماذا سميت صورة الاخلاص بهذا الاسم هذه في كثير من المفسرين الحقيقة اجابوا لكن القضية الاهم انه في الصور الاخرى عندما نقول لماذا سميت صورة البقرة بهذا الاسم الأهم كيف نربط بين محتوى الصورة والمعنى الذي وصلنا إليه ولذلك كان منهجنا في الكتاب ولا بأس أنه نعرض صورة عن الطبعة الثانية بعنش واضحة للصورة هذا المنهج هو الذي استخدم في الكتاب أنه نبحث عن معنى اسم الصورة لغة موضع ورود الاسم في الصورة نقوم بتقسيم الصورة إلى مقاطع لماذا مقاطع؟ لأنه قناعتنا أنه اسم الصورة يرتبط مع كل آية من الصورة وإذا أردنا المبالغة يرتبط مع كل كلمة في الصورة لأنه المسمي هو الله سبحانه وتعالى والمنزل هو الله ولكن يصعب أنه نربط الاسم مع كل آية أو كل موضع لذلك قسمنا الصورة إلى مواضع وحاولنا أن نربط وقدمنا هذه الشبكة بين يدي القارئ هذا بشكل عام المنهج المستخدم في الخروج في دلالات أسماء الصورة طبعا الحمد لله الواضح أنه الموضوع لا قابل بين الباحثين بحيث أنه ما بين إصدار الطبعة الأولى للكتاب 2012 تقريبا إلى الآن هناك فيما علمنا تقريبا عشر كتب منها الدراسة الدكتوراه في هذا الموضوع وهذا يدلل على أن هذا الموضوع لا يزال يحتاج إلى مزيد من البحوث وهي دعوة للباحثين والمهتمين لمزيد من التدبر في هذه القضية المهمة بحسب ما أسلفنا يمكن أنه نقول ختاما للمقدمة يمكن أنه نقول أنه 114 اسم يمكن أن تشكل 114 لافتة تعبر عن القرآن الكريم ولعله إن شاء الله يكون موضوع بحث أو دراسة أو كتاب قادم إن شاء الله ننتقل من هذه المقدمة الضرورية المهمة إلى إعطاء أمثلة لحضراتكم توضح كيف أن اسم الصورة فعلا يمسك بزمام الصورة وكيف يمكن أنه يقدم أحيانا تصور أفضل لفهم الصورة وأريد أن أبدأ بصورة قصيرة صورة الإخلاص طبعا لماذا بدأت بصورة الإخلاص؟ الحقيقة كما أشرت كثير من المفسرين استطاعوا أن يصلوا إلى الإجابة عن اسم الصورة إذا عدنا إلى الأصل اللغوي لخا واللام والصاد خلصة سنجد أنه في معنى الخلو من الشوائب هذا المعنى الأساسي الخلو من الشوائب وأيضا في معنى التوجه إلى شيء إذن في معنى خلو من الشوائب في معنى التوجه نقول فلان مخلص في عمله فلان مخلص لوطنه فلان مخلص لله تمام؟ المعنى الأول الخلو من الشوائب وهذا في الحقيقة واضح بشكل كبير جدا في صوت الإخلاص كيف؟ هذه الصورة هي الصورة الوحيدة التي أخلصت للحديث عن الله لم تتحدث الصورة إلا عن الله يقول والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يلد ولم يكن له كفوا أحد إذن هي خالصة من أي أمر إلا الكلام عن الله سبحانه وتعالى الصور الأخرى حتى قصار الصور يمكن أن نجد أكثر من موضوع صورة الناس على سبيل المثال أكثر من موضوع ولو أنه أيضا يصب في موضوع واحد إذن اسم هالإخلاص مع أنه لم ترد كلمة إخلاص ولا حتى الجذر الخاو اللام الصاد خلصة لم ترد في الصورة إذن الاسم يدل على خلوها من أي شائبة إلا الكلام عن الله سبحانه وتعالى المعنى الثاني أنه عندما ألاحظوا الآن الفائد الهائلة عندما يتعرف الإنسان على الله تعرفا متينا جيدا قائما على أسس من الصحيح اللي هو يعني الكتاب والسنة سيدفعه ذلك إلى مزيد من الإخلاص إذن بعض الناس يقول لك كيف بدأت أكون مخلص لله؟ بدأت تكون مخلص لله سبحانه وتعالى تعرف على الله أكثر كل ما تعرفت إلى الله أكثر كل ما أصبحت مخلصا إذن الصورة تقول لك هذه الصورة التي لا شوائب فيها من حديث إلا الحديث عن الله هي خالصة للحديث عن الله وهي الصورة التي تقول لنا من خلال التفسير الثاني للإسم أنه كل ما تعرف الإنسان إلى الله أكثر كل ما أصبح مخلصا أكثر طبعا التعرف إلى الله استطراضا يعني التعرف إلى الله يتم بطريقتين طريقة الأولى الطريقة العقلية من خلال القرآن السنة من خلال التفكر في والطريقة الثانية خلينا نسميها الطريقة الشعائرية العملية التعبدية من خلال الصلاة صيام الذكر لأنه الإنسان هو عقل في هذا الموضوع عقل وروح الروح تتعرف إلى الله بطريقتها والعقل يتعرف إلى الله بطريقته طبعا طريقين بيأذر بعض خلينا ننتقل إلى مثال آخر صورة الكهف صورة الكهف تتكون من أربع قصص بالأساس وفي تعليقات في بداية الصورة وبعد القصة الأولى وبعد القصة الثانية طبعا القصة الثالثة والرابعة متصلات وبعدين في نهاية في تعليق إذا جئنا إلى معنى الإسم واضح الكهف المعروف للناس اللي هو أوسع من المغارة اللي هو تجويف في داخل الجبل في الصورة الكهف كان المكان الذي هرب إليه الفتية الذين آمنوا وكان المكان الذي احتواهم في نومهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة لما حاولنا أن نوصل لنتيجة أنه ماذا يمكن أن يكون معنا الكهف ووصلنا إلى نتيجة أنه الكهف رمز رمز لما حصل مع هؤلاء الفتية رمز الأمان الكهف رمز الأمان طيب واضح الأمان في قصة الفتية لما خافوا من قومهم هربوا إلى الكهف لما ناموا الكهف كان معد إعدادا مناسبا لنومهم الطويل وحماهم من كل الأمور التي يمكن أن تؤذيهم تقلبات التقص غيره طيب القصص الأخرى المولودة الثلاث هل أيضا يمكن أن تكون تعبر عن الأمان لأنه إذا لم نستطع أن نربط القصص الأخرى في موضوع الأمان معناته تحليلنا للإسم غير دقيق أريد أن أبدأ بالقصة الثالثة طبعا لأنها أوضح قصة سيد نموسى والعبد الصالح قصة سيد نموسى والعبد الصالح تنقسم لها ثلاث قصص السفينة اللي ركبها سيد نموسى والعبد الصالح الغلام اللي قتله العبد الصالح وبناء الجدار من قبل العبد الصالح القصص الثلاث تدور حول الأمان الأمان تم تأمين السفينة من المصادرة كان وراءهم ملك يأخذوا كل سفينة الوصف الغلام طبعا غلام مش طفل هذه قضية مهمة لأنه لا يقال عن الإنسان كافر إلا إذا أصبح بالغا فهو كان بالغ الغلام كان كافر وواضح أنه يسبب الأذى لوالدي فموته نهاية حياته هلاكه هو أمان لوالديه من عقوقه وربنا سبحانه وتعالى بدي يعوضهم شخص يعني ابن بار الجدار واضح تحته كنز يتيمين بناء الجدار يحمي الكنز إلى أن يستطيعا أن يأخذا كنزهما دون أن يزاحمهما أو أن يستولي عليه أحد أمان طبعا إذا بدنا ندخل في هذه القصة لمعاني أوسع في الأمان أيضا يمكن أن ندخل لمعاني أوسع هذه القصة تجيب عن سؤال يخطر في بال الناس لماذا يحصل مع ذلك الإنسان مثلا الطيب شيء سيء يعني تخيلوا أننا عايشين في زمن الوالدين وابنهم انقتل طلع وبعدين رجع مقتول يعني إحنا مننا نحزن عليهم بس هناك كشف عن شيء وبالتالي هذا الحقيقة أمان في موضوع القدر أمان في موضوع القدر القصة أردنا ما لا يرى بالعادة الشيء المخفي من حياة الإنسان رعاية الله ولطفه بالتالي هذا يجعلنا في أمان في فهم موضوع القدر وإذا بدنا نتوسع أيضا كمان هذه القصة بالذات تجيب عن سؤال اليوم يتداول الملحدين اللي هو موضوع الشر اكتشفنا من خلال القصة أنه ما كنا نرى شر أو عبث الشر في أنه خرق السفينة الشر في قتل الغلام العبث في أنه أناس لم يحترموا الضيوف يعطوا بدون مقابل الملحدين دائما يرددون هاي القضية الشر وأحيانا عدم إدراك الحكمة القصة أمنت للبشر اللي بتعمقوا فيها أنه أنت كي بدك تحكم على الإشي أنه شر لكي تحكم على شيء بأنه شر ينبغي أن تكون على اطلاع بكل تفاصيله لما الشيء اللي شافه سيدنا موسى وهو نبي لما شافه شر لما اطلع على تفاصيله أدرك إنه خير الشيء اللي ظن أنه يعني مش فاهم شو الحكمة أنه هذا الرجل الصالح يبني جدار تطوعا بينكسين ممكن يطلق على الموضوع أنه عمل عبثي أو غير مفهوم تبين أنه عمل في غاية الحكمة والإتقان طيب إذا جئنا على القصة الأخرى في سورة الكهف قصة الجنتين صاحب الجنتين وصاحبه صاحب الجنتين وصاحبه باختصار ظن أن الأمان في الدنيا والآخرة في المال عنده جنتين واضح أنه منحك عن يعني مساحات هائلة جدا ظن أنه هو في أمانه أولاده ما أظن أن تبيد هذه أبدا بل ظن أنه وجود المال معه دليل على أن الله سبحانه وتعالى راضي عنه ولئن رددت إلى ربي لأجدان خيرا منها منقلبا فاكتشف أنه لما تم تدمير الجنة أنه الأمان الحقيقي هو في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى وهذا اللي كان مع صديقه إذا جينا للكصة الأخيرة ذو القرنين سنجد أيضا أنه أولا الفكرة الأولى في الأمان فكرة الحكم الحكم الرشيد العادل لاحظوا أنه هي تأتي في نهاية الكصة وكأنه التتويج الأعلى للأمان يتمثل في الحكم الرشيد وأظن اليوم يعني البشرية أدركت أنه الحكم الرشيد الحكم العادل هو في الحقيقة أمان يعني حتى على مستوى الرأس المال رأس المال يذهب إلى حيث يجد الأمان بكل تفاصيله ويفر من الأماكن كما يقولون رأس المال جبان يفر من الأماكن التي ليس فيها أمان هذا بشكل عام الحكم الرشيد أمان الشيء الآخر أنه حتى في داخل القصة نجد أنه مثلا لما جاء إلى القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا وبتلقوا هجمات دورية بين فترة وفترة من يأجوج ومأجوج هو بنى الردم الجدار اللي هو الجزء منه الردم وبالتالي أمن هدول القوم أو هؤلاء القوم من هجمات يأجوج ومأجوج إلى أن تتشكل شخصيتهم القومية أو شخصيتهم كشعب لأن انقسام الناس إلى شعوب وقبائل هذا توجيه رباني الله سبحانه وتعالى يريد الناس أن ينقسموا إلى شعوب وقبائل لأن هذه المصلحة البشرية أن لا يكون الناس شعبا واحدا ولا قبيلة واحدة ولا توجها واحدا إذن لاحظوا الأمان مثلا هذه صورة الكهف ننتقل إلى صورة أخرى بجوز معنى وقت قليل صورة الفيل صورة الفيل الفيل رمز للضخامة أنا طبعا بدي أنا أختصر الآن أصبحنا ندرك كيف بتم تفعيل الأمور في المنهج اللي بنتعمل فيه الفيل بيدل على الضخامة طيب إذا كان الفيل يدل على الضخامة وحسب الصورة بدون الرجوع إلى القصة يعني إحنا بنتعامل مع الصورة القرآنية أساسا على أساس أنه التسمية يجب أن يكون لها علاقة بمحتويات الصورة ممتاز طيب محتويات الصورة لا تتكلم عن الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يعني بين كسين ألم ترى كيف فعل ربك بأبره ومن معه تمام لكن هو قال أصحاب الفيل بالتالي الفيل ليس محورا ولا هو شيئا ظاهرا في الصورة وحتى في القصة اللي منعرفه أنه الفيل رفض أن يتقدم ومهما حاولوا أنه يجعله يتقدم رفض بالتالي هو لم يشارك في الهجوم إذن لماذا تسمى الصورة بالفيل فقط تدريب عقلي مهم هنا لفهم القضية لو المشاهدين والمشاهدات الكرام الآن يحاولوا في إجابهم في أماكنهم لو بنا نذكر اسم حيوان وإيش اللي بتبادر فورا لنا الذهن مثلا لو جينا كلنا أسد الشجاعة القوة فهد غالبا الكل بتتفك على السرعة زرافة الكل بتتفك على الطول فيل الضخمة لذلك كما كان الكهف رمز للأمان الفيل رمز للضخمة طب الصورة تقبل هذا الكلام حقيقة الصورة بكل تفاصيلها تدور حول الضخمة تخيلوا معي جيش يخترق اللي راحوا على الحج أو العمراء أو اللي بيعرفوا بالجغرافيا بيدركوا أين تقع مكة فأن يخترق جيش هائل ضخم مكة هذا يعني هذا جيش أكيد ضخم والإعدادات لاختراق مثل هذا الجيش للوصول إلى هذه النقطة في قلب الصحراء الوصول إلى هذه النقطة يحتاج إلى تجهزات ولذلك أنا أظن أنه من خلال فهمنا هذا نستطيع أن نقول أو نرفض فكرة أنه سلوك الملك كان ردة فعله لا واضح أنه هذا الملك سلوكه مش ردة فعل على عمل قام فيه أعرابي لا هو بيخطط ولكن ممكن الفعل اللي قام فيه أعرابي كان الشرارة أو الفتيل اللي أشعل الموضوع بس هو بيستنى بحدث معين ولا هو جاهز اختراق الصحراء والجزية العربية بكل شعوبها وقبائلها يحتاج إلى تخطيط محكم إذن هاي الجيش ضخم طيب ماذا يريد هذا الجيش يريد أن يقتلع يقتلع مش يهدم الكعبة لا هو يريد أن يقتلعها بحجارتها وينقلها إلى مكان آخر الكعبة مكانها هو الشيء رباني وهي أحد قوامي الحياة الحياة بتقوم على قوامين حسب القرآن الكريم القوام الأول ولا تؤتوا الصفاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة واضح الناس بيختلفوش أنه الأموال قوام الحياة أو قيام الحياة الشيء الثاني جعل الله الكعبة البيت الحرامة قياما للناس إذن طبعا الكعبة بما تمثله من رمز للدين الصحيح زوال أحد القوامين يعني نهاية الحياة لذلك العمل اللي كان يقصد فيه عمل ضخم طيب ماذا أرسل عليه طير الأبابيل كلمة أبابيل تدل على المتابعة يعني بتدل على شيء هائل ضخم أبابيل كثيرة إذن الجيش المقابل للجيش اللي هو الجيش أبرها هو أيضا طيور كثيرة جدا إذن صحت الرواية اللي ما نقوله إنه غطت يعني السماء السلاح المستخدم حجارة من سجيل فعالية السلاح ليست بحجمه صح هي حجارة بس من سجيل فيها معنى إنها مثلا بعض المفسرين قال من الجحيم ممكن يكون لها معنى آخر ولكن فعالية السلاح ضخامته من خلال أثره يعني إذا بدنا نتكلم بلغة بسيطة الحجر لما كان يقع على الجندي يعني آه في نوع من الذوبان تقريبا تقريبا وصفهم ربنا فجعلهم كالعصف المأكول كعصف المأكول اللي هو يعني لما الدواب البقر الأنعام لما تدخل على مكان في عشب وتوكل وتطأ بأقدامها وتمكث حتى تكتفي وتخرج ماذا يحصل مع النبات اللي يتناوله الوضع كله هذا العصف المأكول إذن النتيجة طبعا النتيجة كمان كانت ضخمة هلاك هذا الجيش بل يمكن الوصول لنتيجة أبعد من خلال تحليلنا إن صح إنه ما نتج من آثار عن هذا الحادث قد تكون أيضا ضخمة ولكن هذا يترك للمؤرخين إنه في عامل فيه العاملات الرسول صلى الله عليه وسلم في الراجح في هذا العام لما أهلك هذا الجيش ما الذي حدث من في موطن الجيش ماذا حدث من تغيرات وقد تكون تغيرات ضخمة ثم ما ذكرناه قبل لحظة إنه في هذا العام ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبعا ما فيش علاقة ولكن يعني هذا الميلاد هو يعني أضخم أضخم حدث نعم هو حدث ضخم قصد ما لنش علاقة بموضوع الفيل ولكن حدث ضخم وحدث في هذا العام بل إحنا لم نعرفش إنه العرب كانت تسميه عامل فيل ولا الصورة سمته بعمل فيل بس الواضح إنه التسمية في النهاية سواء تسمية الصورة وانتقلت للناس ولا القرآن استخدم التسمية الشائعة بين الناس بس هذا بدلل على إنه واضح إنه الموضوع فيه معنى الضخامة طيب نشوف صورة أخرى الحقيقة هاي صورة من الصور اللي حبيناها ولكن أخذت معنا وقت في التفكير اللي هي صورة العلق وجهد وأنا والدكتور محمود وحتى الشيخ بسام في مناقشتنا للصورة أخذت معنا جهد للبحث عن الاسم ليش اسمها العلق لكن العلق ورد في الآية الثانية و اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من العلق الصورة ما بتتكلم عن خلق الإنسان اللي هو من علق بالمعنى المباشر الصورة إذا قسمناها وهذا المنهج اللي قلنا عنه تقسيم الصور طبعا وين تبقى تقسيم الصور لما نكون بنحكي عن صور اللي أصبحت نوعا ما طويلة لاحظوا صوت الفيل ما قمناش بهذا التقسيم لأنه يمكن جمع الآيات بدون هذا التقسيم لكن صوت العلق إذا قسمناها ونجد أنه أول خمس آيات اللي هم أول ما نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتكلم عن واضح تتكلم عن العلم بشكل يعني لا لا نقاشة حوله الآيات من تسعة لتسعتاش بتتكلم عن موضوع الصلاة والذي ينهى عبدا إذا صلى كل هذا الكلام وبينهم الآية ستة سبعة تمانية الآيات ستة سبعة تمانية بتتكلم عن كلا إن الإنسان لا يتغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجع طيب إذن فينا ثلاث مواضيع طغيان موضوع الوسط موضوع الأول العلم والموضوع الأطول الصلاة ما هي العلاقة ما هي العلاقة الارتباط بين هذه المواضيع الثلاث والعلق طب إذا كان العلق مرحلة من مراحل تطور الجنين فقط طبعا هو العلق أكيد مرحلة من مراحل تطور الجنين وهذا موجود في قرآن كريم في خمس آيات غير هاي الآية طبعا أكيد هو مرحلة من مراحل تطور الجنين ولكن كيف ممكن نربط فكانت كان الحل إنه هل ممكن إنه يكون إنه علق هنا خلق الإنسان من علق هي مثل خلق الإنسان من عجل فالكلام عن صفة موجودة عند الإنسان لما حللنا وجدنا إنه ممكن طبعا كيف طبعا الإنسان هو جنين واضح كم تعلقه طبعا العلق فيه معنى الاعتماد على شيء يعتمد على شيء شيء يعتمد في وجوده على شيء فيه معنى التشبث ما ليش التشبث حتى ليش منسمي العلقة مش هيك لأنها تمسك تتشبث وتأخذ من دم الحيوان إذن هي متعلقة فيه إذن الإنسان جنين واضح تعلقه بأمه أكل عن طريق الأم الشرب الإخراج التنفس حياته بحياتها ماتت الأم مات الجنين تمام طيب لما الإنسان يولد يصير يقدر يتنفس لوحده يخرج لوحده لكن بيعتمد على من حوله فيه الأكل والشرب والعناية والطنظيم بيبدو يعلموه شوي شوي فبيبدأ يستقل يبدأ يشعر بالاستقلال عن المحيط كل ما ازداد علم بصير وتعلل لأن العلم مش مقصود فيه القضية النظرية فقط لأ حتى الممارسة بيبدأ يشعر باستقلاليته حتى بنوصل لمرحلة يقوله أنت الآن مستقل أنت الآن ممكن تبدأ حياة جديدة يعني أنت تنشئ أسرة وبالتالي هاي الأسرة تعتمد عليك سواء كان رجل ولا إمرأة طبعا إذن العلم يوصل الإنسان إلى شكل من أشكال الاستقلال عدم التعلق إذن كل ما ازداد العلم هذا على مستوى الإنسان أقصد المجموعات البشرية كل ما ازداد الإنسان تعلما أو الجماعة البشرية كل ما ازدادت تعلما كل ما شعرت بأنها تمتلك القدرة تتحكم بنفسها كيف خلينا نضرب مثال طبعا نضرب مثال على الشخص الإنسان الفرد خلينا نضرب مثال على الجماعة البشرية الناس ناس قديما في الزراعة كانوا يعتمدوا على المطر بيزرعوا بينزل المطر كل شي تمام ما نزلش مطر أكلوا هو طب البشر في التقدم العلمي بدوا مثلا يحفروا يبنوا سدود صاروا إذن يقدروا يحتفظوا بالماء لفترة صاروا يقدروا كمان يسووا ما يعتمدوش على السير الطبيعي للنهر لا صار كمان ممكن يسوي قنوات للتفريع صار يقدر يحفر آبار يحتفظ في الماء أو حتى آبار ارتوازية إذن بدأ الإنسان اليوم في كلام حاول أنه ممكن فيه المطر الصناعي إذن واضح أن البشر كل ما تقدموا أكثر بصيروا يستشعروا القدرة على السيطرة ولذلك لاحظوا الآية شو وصفت حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها طبعا أنت ممكن تتخيل أنه المثال في أنه يعني على مستوى بسيط أنه على مستوى قطعة أرض يعني وصاروا على وشك أنه بدهم يحصدوها وممكن نوسع الأفق أنه نتكلم عن الأرض كلها أنه الإنسان وصل في قدرته إلى السيطرة الكاملة صار بسيطر على المياه وبالتالي هذه السيطرة تبدأ تشعر الإنسان بالاستغناء أنه بصيروا يطلعوا المفكرين وكل الإنسان القديم كان يعبد الإله أو اخترع إله للمطر لأنه كان محتاج للمطر وكان اخترع إله للأنهار لأنه كان يفيد النهر فبدو يسترضيه مش قادر يفهم الأمور بالتالي كل ما البشر تقدموا بدت عدد الآلهة تقل طبعا هذه النظرية شائعة ولكنها غير دقيقة لأنه نؤمن الوحدانية هي الأساس وبعدين الناس أصبحوا مشركين المهم وأنه كل ما البشر ارتقوا راحوا باتجاه إنه إله واحد واليوم الناس مسيطرة على كل وهي تملك زمام أمرها ولذلك ما في داعي للإله بعض الفلسفة كما يعلم اللي بتبع للفلسفة إنه ما فيش داعي للإله وأعلن إنه خلص فيش إله طيب العلم ضروري المخرجات الثانوية للعلم بتوصل الناس للطغيان ما الطريقة التي تمنع الناس من الوصول إلى الطغيان أن يبقى الناس يشعرون بالتعلق بالله إنه ولذلك شو جاوبهم فورا كلا إن الإنسان يتغرىه استغنى إن إلى ربك الرجع يعني حتى لو أنت وصلت سيطرة كاملة بس ما أنت في لحظة بعد خمسين سنة بعد مئة سنة بعد ألف سنة يعني البشرية قدرت إنها اتطول عمار البشر صار بني يعني عدم ألف سنة ماشي مش مشكلة في الآخر بلك تموت وترجع إلى الله لذلك كيف بدك تفلت من تعلقك النهائي وارتباطك وارتباط مصيرك الحقيقي اللي هو يوم القيامة بالله سبحانه وتعالى ولذلك تأتي الصلاة اللي هي تعبر عن الدين ولكن أيضا تعبر عن الصلاة تأتي الصلاة كعمل يومي يذكر الإنسان بأنه أنت مهما حاولت مهما وصلت لقدرة وسيطرة ظاهرية إلا أنك تبقى محتاجا إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك لاحظوا الصورة كي بدأت اقرأ وإقرأ باسم ربك وختمت كلا لا تطع لاحظوا واسجد واقترب الأكثر نقطة يكون الإنسان فيها مظهرا خضوعه لله والخضوع هو إعلان الحاجة المطلقة والدائمة والمستمرة من الإنسان إلى الله هذه النقطة هي أعلى ما يقرب الإنسان إلى الله أقرب ما يكون الإنسان إلى ربه وهو ساجد ليش لأنه في هذه النقطة يعلن حاجة المستمرة إلى الله وأنه مش ممكن في لحظة ما يزول أو تزول هذه الحاجة مهما امتلك الإنسان من أدوات تمام نجي لها صورة أخرى صورة الشرح وأنا بالحقيقة عمت يعني ما عدا الكهف أن نتكلم في صور القصار لأنه ممكن أنه بسهولة نستجمع الصورة في ذهننا وأمامنا ونربطها مع الاسم الشرح الشرح فيه معنى الاتساع الشرح فيه معنى الاتساع لذلك مثلا نقول شريحة كيف الشريحة ما تكون قطعة لحم نقطعها بتصير شريحة هلأ الإنسان لما يهتدي نقول نشرح صدره لأنه كأنه كان زي في المقابل شوق قال ضيقا حرجا عن الذي لا يقبل الهدى فكأنه الإنسان بيكون صدره غير متسع للهدى بعدين لما يشرح صدره نعم يشرح صدره للإسلام إذن فيه معنى حتى لما نقول شرح المسألة شو يعني شرح المسألة يعني أصبحت مفهومة واضحة تسعت أمام الشخص الذي كانت في الأصل بالنسبة له مغلقة ضيقة غير مفهومة صورة الشرح الكلام مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والشرح بالنسبة سيدنا محمد هو شرح مادي وشرح معنوي المادي إذارة حظ الشيطان من الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو حصل في عمره أربع سنوات وحصل مرة أخرى قبل الإسراء والمعراج ولكن الشرح الحقيقي هو توسعة صدر الرسول صلى الله عليه وسلم كيف الرسول لما كان يذهب إلى غار حراء للتحنث والتحنث يبدو فيه معنى التفكر لأنه ما كانش يعرف يعرف أنه في إله أكيد بس شو الدين اللي بده كيف بده يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى هذا الشعور الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه فيه خطأ فيه خلل في الدنيا فيه ظلم فيه ضياع للبشرية هذا شكل عبق هائل والعبق المعنوي لما يوضع على الإنسان مرات أشد وأثقل من الأثقال يعني الإنسان لما بيحمل ممكن خمسين كيلو تقول له تحمل خمسين كيلو ولا مية ولا تحمل هاي القضية لا بقول لك بحمل الأعباء المادي لأنه بتزول أما يحمل عبق تفكير في قضية معينة هذا هذا يؤدي إلى أنه كما يحمل إنسان لما بيحمل على ظهره كأنه يضيق صدره كمان لما بيحمل أعباء البشرية تخيلوا بيفكر في البشرية ومصيرها كأنه أيضا حصل ضيق لذلك شو قال له ووضعنا عنك وزرك وهذا الوزر شو الوزر طبعا الحمل بعض الناس بيفسلوا الوزر الذنب حاشا للرسول صلى الله عليه وسلم أي ذنب هذا الوزر اللي هو الحمل الثقيل في محاولته ليه فهم كيف الطريق إلى ردع الظلم وإخراج الناس من هذا الشيء اللي يراه وش سيء تمام وقال أنقض ظهرك وهذا تعبير يدلل على شدة الحمل طب لما يكون إنسان حامل حمل شديد بيكون صدره ضيق ربنا سبحانه وتعالى بالدين نشرح صدره هاي الطريق فهذا أعظم شرح على أن نشرح لك صدرك ثم أيضاً خلاه يتقبل للدين وسهل عليه حفظ الآيات بدون تعب وسهل إذن هو كل هذا يدل على تقبل الرسول صلى الله عليه وسلم للدين ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الآن طيب ورفعنا لك ذكرك اتساع الرفع في معنى العلو والاتساع لما نقول رفع فلان صوته في معنى العلو وكمان في معنى أنه صوته كان يبلغ مسافة معينة صار يبلغ مسافات أوسع إذن في معنى الاتساع هو هو قيمته عند الله عالية وأيضاً اتساع ذكره وارتفاع قيمته عند الناس أيضاً لم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسر إن مع العسر يسر العسر هو شكل من أشكال الضيق واليسر شكل من أشكال الاتساع إذا أخذنا تفسير الشيخ بسام بالنسبة فإن مع العسر يسر إن مع العسر يسر إنه الإنسان لما بيبدأ بعمل بيكون هذا العمل مغلق أمامه ضيق لدرجة خلينا نقول بنسبة 100% لما يبدأ ممارسة هذا العمل يبدأ هذا العمل يسهل يعني معناته يبدأ إيش يتسع 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 حتى يصبح سهلا ميسورا إذن بعد ما كان ضيق بعد ما كان حمل عليه بعد ما كان صعب بعد ما كان في ممارسته جهد هائل أصبح ممارسة زي كيف الإنسان لما بيمشي جهد هائل لما بتعلم الكتابة أي قضية تبدأ صعبة ضيقة ثم تتسع فإنما فإذا فرغت فانصب فرغت إذن معناته فيه شغل الشغل ضيق الإنسان فيش عنده وقت يتقرب إلى الله طيب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب إذن إذا فرغت من أمورك الدنيوية وأصبحت في سعة فاتجه إلى السعة الأعظم آه إذن السعة الأعظم وين مع الله سبحانه وتعالى وكأنه في من خلال اسم الصورة أو من خلال التحليلنا إلها ندرك أين يجد الإنسان السعة الكبرى يجدها مع الله سبحانه وتعالى عشان يقل لما تفرغ من عملك وتصبح عندك سعة للعبادة فأتعب نفسك مع الله لأنه هذا التعب سيؤدي إلى اتساع مقامك لذلك شو قلّه في أول الدعوة يا أيها المزم لكم الليلة إلا قليلة نصفه أو انقص منه قليل أو زد عليه وردت القرآن ترتيل إلى آخر الصورة طيب نيجي إلى صورة المسد المسد طبعا واضح نحن بتتكلم عن أبو لهب وزوجته تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ما كسب إلى آخر طب المسد هو الحبل الذي سيوضع فيه رقبة الجيد الرقبة أو جزء من الرقبة فيه جيد فيه رقبة أو هذا الجزء من الرقبة زوجة أبو لهب يوم القيامة طب الصورة بتتكلم عن أبو لهب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا تلهب ومرأته يعني ملحقة فيه هيك الظاهر ظاهر التحليل السريع ومرأته حمالة الحطب فيه جيدها حبل من مسد طب ليش اختيار المسد أولا إيش هو المسد المسد مش حبل بس لما إحنا منجيب حبل ومنلفه يعني منلفه على بعض ومنعمل هيك بيصير عملية تمسيد هاي العملية لف مع تمسيد تقوّل حبل لذلك لو عنا حبل بيحمل مثلا عشرة كيلو وإحنا بدنا نحمل في الحبل أو نسحب إشي مثلا بقوة مئة كيلو طيب إحنا منجيب من نفس الحبل قطع أخرى ومنلفها عليه ومنمسد فبيصير مثلا ممكن يصير بعد مكان يحمل عشرة يصير يحمل سبعين وإذا سوينا العملية كمان مرة ممكن يصير يحمل تلاتمية نجدل تجديل يعني بتعبيراتنا المتداولة اليوم إذن المسد فيه واضح قوة وفيه إحكام قوة وإحكام وإذا كان مصنوع مثلا من مادة هي خشنة تخيلوا لما هاي المادة الخشنة زي الليف مادة معينة خشنة لما تمثل بهذه الطريقة بتصير أخشن إذن هذا الحبل اللي هو بهذه الطريقة سيوضع فيه جيد زوجة طب ليش؟ طب الصورة بتتكلم عن المعادة وعن العقوبة طب المعادة وين؟ وينها من الاسم؟ هو لازم الاسم يجاوب عن كل شيء الآخر انعكاس للدنيا وبالتالي ما يجري في الآخرة هو ما صنعه الإنسان في الدنيا أبو لهب وزوجته كانوا يتقنون معاداتهم للرسول احنا مرات من بعض البجوز الأفلام أو المسلسلات تتكلم عن فترة الرسول صلى الله عليه وسلم تظهر لنا أبو لهب وزوجته وبالذات أبو لهب كأنه يعني بني آدم أهبل وهيك لا الحقيقة أنه واضح أنه هو شخص أصلا من زعماء قريش وزوجته أصلا من العائلات المهمة في قريش الغنية اللي إلها وزن هدول التنين كانوا يعملوا على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم واضح أنه كانوا يجلسوا ويخططوا ويحكموا ولذلك الرواية اللي متداولة ومشهورة أنه هي كانت تلقي الحطب في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم واضح أنها هي مش الإشي الأقوى الإشي الأقوى أنه أبو لهب هو بيشعل النار زي من يقول فلان مشعل حرب أو بيولع النار بين الناس هي كانت تلقي يعني هي أشطر منه هو شاطر في إشعال النار وهي شاطرة أو أشطر منه في جعل النار مستمرة أو تتلهب أكثر ولذلك يا زي اللي يلقي الحطب كلما أوقدوا نارا للحرب أكفأها الله طب هو يعني هم بيولعوا نار عن جد يعني لا لا هذا تعبير عن أنهم يسعون إلى إشعال الحروب وكذلك أبو لهب وزوجته أبو لهب وولع الحرب أو الحرب عن رسول طبعا وهي بتزيد اللهيب وواضح أنه في دقة وإحكام ولذلك كانت العقوبة كانت الكلمة تعبير عن ما كانوا يفعلون في الدنيا وتعبير عن العقوبة في الآخرة إذن العقوبة في الآخرة تم الإعداد لها لأبي لهب وزوجته تم الإعداد لها إعدادا دقيقا هاي قضية قضية الثانية ممكن كمان نستنتجها أنه يبدو أنه زوجته كان لها دور كبير في معاداته للرسول ولذلك كان اختيار الاسم من العقوبة التي تلقتها هي ما كانش اختيار الاسم مثلا صورة اللهب أو صورة أبو لهب لا اختيار العقوبة التي تلقتها زوجته وهذا دلالة على أنه هي لها دور مركزي في الكيد للرسول اختيار المكان الذي توضع فيه هذا الحبل اللي هو من مسعد اللي هو الجيد والجيد في العادة توضع فيه القلائد التي تزين النساء وبالتالي هذا دليل على التحول من العز إلى الذل في الآخرة وكمان ممكن إشارة إلى أنه هي هاي المرأة بسبب جمالها قدرت تسيطر على أبو لهب وبالتالي ممكن هي سبب الحيلولة سبب مهم ورئيسي طبعا أكيد هو الجاوب معها بس ممكن يكون هو سبب أو هي سبب الحيلولة دون ذهابوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل في معاونته زي ما سوى عمه أبو طالب أو الإسلام زي ما أسلم حمزة أبو لهب فيما تروي الكتب أن أبو لهب لما ولد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أعتق كأنه جاريتين ودليل أنه بحبه فما الذي حول هذا الحب إلى هذه العداوة الشديدة قد تكون زوجته مارست مثل هذا الكلام لاحظوا كل هاي الاستنتاجات وحابب أنا أركز على هاي القضية الآن كل هاي الاستنتاجات اللي قلناها وإحنا نشرح في الإخلاص والكهف والفيل والعلق والشرح والمسد كلها وصلنا لها مش بس من خلال تحليل الصورة لا وصلنا لها من خلال محاولتنا تحليل الصورة وربط التحليل مع الاسم بالتالي أنتجت تصورات ما كان ممكن أن تنتج بسهولة لو لو تخلينا عن هذا الرب بين اسم الصورة ومحتوها طيب نشوف مثلا صورة تانية الحقيقة الآن صورة البقرة بيش لا أقدر أدخل في تفاصيلها ولكن بدي أعطي أن صورة البقرة في اتجاهين في تحليل الاسم الاتجاه الأول هو متعلق بأصل الكلمة الباو القاف والرام البقر والتحليل الثاني هو في أين وردت أين ورد الاسم ورد في قصة البقرة ويبدو أن البقرة لم ترد إلا في صورة البقرة يعني كلمة البقرة مش التعبير عن الحيوان باسم تاني لكن البقرة لم ترد إلا كأنها في صورة البقرة بقرة 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 نعم وردت في صورة تانية من البقري ورد بقري إذن وردت في صورة تانية طيب إيش معنى البقر البقر في معنى الاتساع الاتساع بس الشق والتوسع يعني في شق وتوسع مش مجرد توسع عادية سطحية لا في شق وتوسع عشان هيك مثلا لما يضرب إنسان بسكين مثلا منقول بقرة بطنه ليش؟ لأنه في شق هذا الشق أدى لإيش؟ لانفتاح الجسد وبالتالي في معنى التوسع ويبدو إنه حتى الحيوان ممكن يكون سمي أصلا سمي بقرة لأنه لما كان يحرثوا عليه بتالي بشق وبوسع لما بحرث على أي حال إذا جينا لمعنى الاتساع الاتساع ومننساش العمق يعني هو مش مجرد اتساع فقط سنجد إنه سورة البقرة هي في الحقيقة متسعة بعمق يعني اتساع فيه عمق أو عمق أدى لاتساع مثلا هي أطول سورة من حيث عدد الآيات والآيات لما كل آية هي في الحقيقة هي عبارة عن دلالة وبينة إذن هي شيء عميق هي متسعة ولكن في عمق من ناحية عدد الكلمات أيضا هي أكثر سورة من ناحية عدد الكلمات والكلمة القرآنية كما ورد في موضوع الإجازة العددي كل كلمة لها موقع هذا الموقع خطورته وأهميته مثل مواقع النجوم بل أعظم من مواقع النجوم إذن اتساع المواضيع مواضيع للسورة لا يكاد موضوع من موضوعات القرآن الكريم إلا مذكور بطريقة أو بأخرى وأحيانا مذكور بتوسع لم يتوسع مثل فيه صور تانية عشانك بعض الإخوة لما ننصحهم بالنسبة للأخوات طبعا يعني لما ننصحهم بالنسبة لموضوع التفسير ممكن ما يقدرش يقرأ في تفسير القرآن كله من كله اقرأ تفسير البقرة احفظ البقرة اقرأ تفسيرها انت عمليا اطلعت على شيء كثير من معاني القرآن المعنى الثاني اللي هو وردت في القصة المشهورة لما أمر سيدنا موسى قومه أن يذبحوا بقرة خلاصة تحليلنا للصورة وعلاقتها بالاسم أنه بني أو بني إسرائيل امتنعوا أو حاولوا أن يمتنعوا فذبحوها وما كادوا يفعلون يعني لو قدروا يتفلتوا يتفلتوا إذن هم حاولوا يتفلتوا من أوامر الله في المقابل الأصل المسلمين يكونوا عكس ذلك فالأصل أنه ينضبتوا ويستسلموا ولذلك الصورة كلها عند التحليل قلنا مش رح نقدر نجيب التحليل لكن لما اللي بيرجع على الكتاب الصورة عند في التحليل سنجد أنها فعلا تقوم في العشرين فرع اللي فرعنا الصورة إلها تقوم على فكرة الاستسلام والدعوة للإنسان إلى الاستسلام وعدم وأن لا يكون مثل النموذج الذي رفض الاستسلام وبالتالي نقلت النبوة منه إلى الفرع الآخر فرع سيدنا إسماعيل طيب لو جينا مثلا للتكاثر التكاثر طبعا واضح التكاثر عكس القلة كثرة عكس القلة تكاثر طلب الزيادة في الأشياء الصورة بتتكلم عن أنه ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وكلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون على المليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الآن الناس يسعون إلى المزيد من الأشياء بده مصاري زيادة أولاد زيادة أرض زيادة بيوت هذا الشئ يبدو موجود عند البشر ولكن وين بيكون هذا خطير إذا أصبح هذا التكاثر حاجزا عن رؤية الحقيقة همه ومش بس همه وكمان بطل يفكر في الآخرة انتهى أيوة أصبح عبارة عن حاجز يجعله بس تفكيره في الدنيا فيش أشي اسمها آخر بالتالي يلهي التكاثر وين تبي يستيقظ لما بيموت الهاكم التكاثر حتى زرتم وليش سماها زيادة طبعا لأنه مهما طال البقاء في المقابر في الموت يعني في الآخرة لبثنا إلا يوما أو بعض يوم سواء الكلام عن الدنيا أو الكلام عن مرحلة الموت كأنه لما سماها التكاثر والهاء وبعدين نقلنا للآخرة والجحيم إذن كأنه بكل لنا إذا إذا أنت بدك يا إنسان تتكاثر أو تكثر من إشي يجب أن تكثر من الشيء اللي له علاقة بالحياة الحقيقية أو على الأقل يكون في نوع من التوازن وإنت تكثر من الشيء المتعلقة بالدنيا أكثر بنفس النسبة من الأشياء المتعلقة بالآخرة ولذلك كان العنوان التكاثر لعله التكاثر مرض يحجبك عن الآخرة فكأنه العنوان عرض علينا ما يحجب الإنسان حتى يبقى محتجبا عن الحقيقة حتى يموت وهذا طبعا أمر في غاية الخسارة للإنسان طيب نشوف صورة تاني بس خليني أشير مثلا أنه من الصور اللي واضح ليش تسميتها بس بيضل التحليل ليش سميت بهذا الاسم مثلا صورة نوح صورة يوسف بس بيضل كمان في سؤال أنه ليش أسئلة طبعا من ضمنها أنه ليش يعني يسمى سيدنا نوح يعني ليش الصورة تسمى بنوح ممكن ممكن تسمى باسم تاني ولو نفتحك عن سيدنا نوح معناته أيضا في رسائل حتى فيما يظهر من أنه التسمية طبيعية ومنطقية طيب نيجي لصورة اللي هي صورة العاديات والعاديات أيضا مثل صورة العلاق ممكن نقسمها إلى ثلاث مقاطع المقطع الأول والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة فأثرنا به نقعة فوسطنا به جمعة أي المقطع الأول المقطع الثاني إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد والمقطع الثالث اللي بتعلق بأفلا يعلم إذا بعثرة اللي هو الآخرة طيب نيجي للمقطع الأول لأنه الحقيقة هو اللي بدي يكشف الناعاني الاسم العاديات هي الخيل عندما تسرع لأنه العدو فيه معنى السبق في الشيء الصورة اللي تظهرها الآيات الأولى الصورة الآتية نتخيل قرية أو يعني مخيم أقصد يعني مخيم قبيلة أو قرية دنيا الصبح بعد الفجر بشوي لسه الشمس يعني لم تشرك بس فيه نور اللي بيسبق شروق الشمس تمام اللي هو بعد الفجر بيبدا يتسع في عنا عدد ضخم من الخيل هذا الخيل جاي مشان يغير على هاي القبيلة أو القرية اللي هي غالبا بتكون نايمة في هذا الوقت أو يعني لسه ها الناس ما بدوش يتحركوا الخيل تأتي مسرعة أثناء حركتها السريعة أيوة بيصير عدة أمور من ضمنها إنه بيصير فيه قدح بيصير فيه شرر بيطلع نتيجة استضام أقدامها بالسخور أو بالحصة والشرر هذا يمكن أن يظهر نتيجة إنه إحنا لسه الدنيا بين الليل والنهار يأخرج غبار وأيضا غبار يمكن مشاهدته بنفس السبب صوت الضبح صوت الخيل لاحظوا صوت شرر غبار تأتي بحيث إنه ما بيسمعوا الناس الصوت الصوت الخيل وبيحاولوا ينتبهوا إلا الخيل أصبحت في نص القرية يعني يعني ما بين إدراكهم أنه في حدا بيغزوهم وبين وقوع الغازين في وسط القبيلة وسيطرتهم عليها ويقتل من يقتل ويؤثر من يؤثر كأنه لحظة والدنيا لحظة هكذا الدنيا سرعة انقضاءها إذن الصورة الأولى أعطتنا سرعة الانقضاء وبالتالي لاحظوا حتى لما تكلمت عن يوم القيامة تكلمت عن أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور لاحظوا بؤثر حصلة كأنه الوتيرة أيضا سريعة بؤثر حصلة وربهم يعلم ما بهم ويعلم ما عملوا الإنسان بطبيعته اللي هي الآيات اللي بالوسط الإنسان بطبيعته يسارع إلى الكفر ولا يسارع إلى الشكر ولذلك كأنه الصورة كلها تدور حول مفهوم الصرعة اللي تبرزه كلمة العاديات الخيل المسرعة سرعة الانقضاء للحياة الدنيا سرعة تحول الإنسان إلى إغضاب الله أو كفر النعمة سرعة الموت سرعة البعث من الكبور سرعة المحاسبة في النهاية كل هذا لما ينقضي بالنسبة للمؤمن يعني شيء سريع جدا وبالنسبة للكافر كل اللي عاشه اللي استمتع فيه كله بالآخر لما يدخل جهنم سيرد إنه لا شيء الحديث المشهور جدا إنه أشقى رجل وأنعم رجل أشقى رجل بيقول إنه غمسة في الجنة كإنه ما مر عليه شقاء قط وأنعم رجل غمسة فيه جهنم ما مر عليه أي نعيم قط إذن هي فيها معنى سرعة دنيا سريعة حتى المكث في القبر سريع الحساب سريع البعثرة بعثرة الكبور إذا جينا لسورة بعارش قديش ضل معنا يعني أحساب ساعة و ساعة صدنا ساعة وعشر بقاء طب بجوز نختم بما ختم الله به سورة الناس سورة الناس كل أعوذوا برب الناس ملك الناس إله الناس هاي القسم الأول من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس هذا القسم الثاني والثالث الذي يوسوس في صدور الناس هو قسم لحاله هلا رح نشوف ليش السورة هاي لخصة الموضوع كله موضوع البشر الناس عشانيك اسمها الناس ايش الناس الناس إلهم إله أو إلهم خالق هذا الإله لاحظه ثلاث صفات رب ملك إله كل صفة إلها دلالة الرب المربي الملك الذي منه تصدر القوانين والقوة والإله الذي ينبغى أن يتوجه إليه بالعبادة إذن العلاقة ينبغي أن تكون مع الله ومن هو الله عرف الناس بالله عرفهم كما مين عدوهم من شر الوسواس الخناس وشو صفاته وسواسه خناس وأين يوسوس وإنه هذا العدو مش كما يتصور بعض الناس أنه هو فقط من الجن لا من الجنة والناس الشياطين والإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة إذن عدوك وليك مربيك ناصرك اللي لازم تمشي على قوانينه اللي يجب أن تتوجه إليه بالعبادة الله هاي أول علاقة العلاقة الثانية عدوك اللي لازم تمارس ضده العداوة بكل أنواع على أنه لا يتوانى لحظة عن محاولة تدميرك الشيطان نقطة الضعف يوسوسه في صدور الناس والحقيقة ليش صدور الناس لما مثلا شيطان من شياطين الإنس مثلا بده يحكي مع واحد يغريب إشيه وهو بيخاطب يعني بيحكي له كلام والكلام بدخله بالأذن والأذن بتنقله للدماغ والدماغ الدماغ بنقله للروح وبفهم البني آدم بس يعني إذن ليش ما قال الذي يوسوسه في عقول الناس ليش قال يوسوسه في صدور الناس لأنه طبعا في أسباب مختلفة لكن من ضمن الأسباب أنه كانه بديشير أنه الإنسان نقطة انحرافه متعلقة بالقلب اللي هو متعلق مش بس بالمحاكمة الذهنية المحضة بالميول والأهواء والشهوات لذلك بيجي إنسان بدرس الكون وما فيه من معجزات وما فيه من أمور عظيمة لأنه خلل في صدره في قلبه بيجي بيقول لك الكون نشأ صدفة ومشان يتخلص من فكرة الإله بيجي بيخترع فكرة الأكوان المتوازية هناك عدد لا نهائي من الأكوان المتوازية وبالتالي هاي الأكوان صار فيها خربطات وكذا عبين ما وصلنا للكون اللي إحنا ما نشوفه منظم كل هذا طبعا الأكوان المتوازية كلها فكرة خرافية ولكن يتبنها علماء طب تستغرب كيف تبنوها ليش تبنوها بده يشتد من فكرة الإله وفي المقابل يأتي إنسان يدرس الكون بما فيه من تفاصيل رائعة بكلك الله سبحانه وتعالى قضية متعلقة بالقلب إذن هي صورة الناس وكأنها بالحقيقة تلخص ما تكلم عنه القرآن من الفاتحة إلى صورة الفلق الله وليك الشيطان عدوك نقطة الضعف الموجودة عندك صدورك صدرك قلبك وبالتالي هاي خلاصة المعركة هاي الناس الناس في إله في عدو وفي نقطة الضعف إما أنهم ينتصرون على عدوهم ونقطة ضعفهم وينحازون إلى الله وإما أن يجرهم عدوهم إلى ساحته وبالتالي ينهزمون ويكونون من أولياء الشيطان نسأل الله سبحانه وتعالى أنه نكون يعني أوصلنا بعض القضايا المتعلقة بدلالات أسماء الصور ولا شك أنه كما قلنا نختم بما بدأنا به هذا البحث دلالات أسماء الصور هو بحث يحتاج إلى جهود هائلة ويمكن أن تكون فيه يعني اجتهادات عظيمة كثيرة نحمد الله سبحانه وتعالى أنا بحمد الله ونيابة عن زميل الأستاذ محمود مهنة نوفقنا أن نكون من المساهمين ولو مساهمة بسيطة في هذا الموضوع وإن شاء الله تكون فيه مساهمات أعظم وأدق وأفضل من مساهماتنا ختاما نأس الله أن تكونوا استفدتوا مبارك الله فيكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته